الأزمات التي يعيشها كردستان العراق وحالة الانقسام والتشضي بين الأحزاب الحاكمة دفعت مجلة فورين بوليسي إلى دعوة أمريكا والغرب على حد سوى لمحاسبة قادة كردستان العراق بدلاً من دعمهم واستخدام تدهور الأوضاع الداخلية ورقة ضغط ضدهم المجلة الأمريكية بيّنت أن الفساد والصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية المقترنة بانتشار البطالة والاستمرار المقلق للخروقات ضد حقوق الإنسان باتت تمثل واقعاً في كردستان العراق ودفعت عشرات الألاف من الأكراد إلى الهجرة سنوياً لينتهي المطاف بالكثيرين منهم قتلى على شواطئ أوروبا فورين بوليسي وصفت أوضاع كردستان العراق منذ الأزمة الاقتصادية عام 2014 وحتى الخلافات الكبيرة بين الحزبين الديمقراطي والتحالف الوطني اليوم على أنها أحد الأسباب التي أثبتت أن صورة المقدمة عن شمال العراق تعاكس تماماً واقعه الداخلي وصفة كردستان العراق بأنها منزل من ورق على وشك أن ينهار والأسيام مع وجود دعوات من زعماء أحزاب في السليمانية لانفصال المحافظة عن سلطات أربيل المركزية وفي ردود الأفعال على دعوات فورين بوليسي أكد سياسيون أكراد أن منظومة الحكم في كردستان العراق أصبحت ورقية وأن احتمالية تنهيارها واردة بسبب خضوع جميع المؤسسات للحزبين الحاكمين المتصارعين منذ سنوات على النفوذ والسلطة مبينين أن المواطن هو الضحية دعوات المجلة الأمريكية قادة الغرب إلى وقف الدعم السياسي والعسكري المفتوح لكردستان العراق ومحاسبة القادة الأكراد يأتي على وقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلا عن صراع سياسي مزمن بين حزبين رئيسيين أثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين في كردستان العراق وأثبت بشكل جلي على أن منظومة الحكم سواء في بغداد وأربيل آيلة للسقوط بسبب المحاصصة والصراع الحزبي على المناصب والسلطة